السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة المفترض احنا هنبدأ ناخد فيه المعمل التاني بتاعنا. اللي هو الخاص بالجهاز التنفسي. المعمل طبعا خاص بتشريح الارنب فبالتالي هيطلع معنا ان شاء الله النهاردة الجهاز التنفسي للارنب. في خلال المحور بتاعتنا طبعا فهو محور واحد ان شاء الله هنتكلم فيه. اللي هو الخاص بالتركيب بتاع الجهاز التنفسي. يبقى المعمل بتاعنا ان شاء الله كله هنبدأ ناخد فيه الجهاز التنفسي للارنب. باعتبر ان ان شاء الله على مدار آآ سكاشم كلها نكون خدنا معظم الاجهزة او خدنا الاجهزة كلها. كانت بدايتنا المرة اللي فاتت هو الجهاز الهضمي للارنب. النهاردة ان شاء الله في التشريح بتاعنا هيكون فيه الجهاز التنفسي. لو بدأنا نشوف ان شاء الله تركيب الجهاز التنفسي. هنبدأ نلاقي ان هو مكون عندنا او لو شفنا صورة دي كده وبدأنا نشرح عليها. هنلاقي ان احنا عندنا اول حاجة خالص. وان قبل ما نبص الارنب بص للانسان الاول. باعتبار ان الانسان هيوضح لك اكتر وبعد كده نبدأ ناخد المسال التوضيحة هنا. في الانسان طبعا لو بدأنا نشوف الجهاز التنفسي فهو بيبدأ من اول فتحتين الامف. يعني احنا عندنا الامف كده من الفتحتين اللي هم موجودين فيها. المفترض ده اول ممر بيعد في الهواء للانسان. بعد كده على طول بنبدأ ندخل لجزء مهم جدا. اللي هو جزء بيكون الحنجرة. في المرة اللي فاتت اه كنا وضحنا كويس خالص ان في الجهاز الهضمي للارنب مفيش حاجة اسمها البلعوم. في الانسان طبعا بيكون في بلعوم فبالتالي بيبدأ الهواء يعدي للانف وبعد كده يدخل للبلعوم ومنه يروح للقصبة الهوائية. لكن طبعا حتة البلعوم ده مش متوفرة هنا فبالتالي طبعا احنا عندنا في البداية خالص بيكون في الممرات او الفتحات بتاع الانف. بعد كده بيبدأ الهواء يبدأ يعدي ويدخل للقصبة الهوائية. طبعا في مقدمة القصبة الهوائية بيكون في عندنا مين? بيكون في عندنا الحنجرة. يبقى احنا دلوقتي اللي هيتضح لنا على رأسنا من خلال اللي قدامنا. فاقوة البداية عندنا في الجهاز التنفسي. هتكون الحنجرة هي بس بيعد منها الهواء. هي طبعا هي مش تابعة الجهاز التنفسي لان الحنجرة هي المفترض المسؤولة عن الصوت. فيها مجموعة الاحبال الصوتية. المسؤولة عن الاسوات اللي بيطلحها الارنب زي الاحبال الصوتية في الانسان. فبالتالي اللي هيتضح عندنا دلوقتي المفترض اللي هو مين? الحنجرة ده في الاول خالص. بعدها على طول بنبدأ نروح للقصبة الهوائية. يبقى احنا دلوقتي عندنا اول حاجة خالص فتحة الانف. بعد كده فيه الحنجرة. بعد كده فيه القصبة الهوائية. واخر حاجة خالص اللي هم مين الرئتين? الرئة اليسرى والرئة اليومي. يبقى كده نثبت المبادئ مرة تانية. في تركيب الجهاز التنفسي احنا المفترض بنبقى الاول خالص خالص بفتحة الامن. بعد كده على طول الحنجرة باعتبرها ان هي بس كل فكرة بيعدي منها الهواء كما مرة كده وكمان ان هي فيها الاحبال الصوتية. فهي بتعرف اسم صندوق الصوت اللي هي المفترض المكان اللي بيطلع منه الاسوات. ده نتيجة ايه بالزبط? ان هي موجود فيها المجموعة من الاحبال الصوتية. بعد كده على طول بنبدأ ان نروح للقصبة الهوائية. اللي هو طبعا الممثلة قدامنا بالشكل ده كده يعني احنا عندنا اللي فوق دي لها الحنجرة. والحنجرة طبعا بيقفلها حاجة اسمه لسان المزمار. وبعد كده بتروح للقصبة الهوائية اللي هي قدامنا دي كده. هنلاقي القصبة الهوائية اول حاجة فيها مجموعة من الحلقات الغضروفية. ليه بقى موجود فيها حلقات غضروفية? ان لو احنا بدأنا نحط ايدينا كده. على منطقة القصبة الهوائية اللي هي عندنا هنا في جسم الانسان. هنلاقي كده ان في حاجات غضروفية. ايه الفكرة في الحلقات دي? ان الحلقات الغضروفية عشان تخلي القصبة الهوائية مفتوحة بالسمراء. يعني الانسان ممكن يقعد مسلا ساعة ساعتين تلات اربح ساعات من غير ما يقول فما فيش مشكلة. فالمريء هيقفل ما فيش اي مشاكل خالص. لكن لو القصبة الهوائية بدأت تقفل بس لاكتر من خمس دقايق يعني لو حصل فيها مشكلة لاكتر من خمس دقايق والهواء ما كانتش ليه ممر تاني يدخل منه او ممر صناع يتعامل الانسان في خلال خمس دقايق الانسان ممكن يموت فيها. السبب ان كده انت بتقطع التنفس عنه خالص. فالقصبة الهوائية فيها مجموعة من الحلقات والغضروفية اللي يواحق قدامنا دي كده. على اساس تخليها مفتوحة بالسمرار وتخلي الهواء يبدأ يمر للجسم. بعديننا بعض القصبة الهوائية فيه مين? فيه الرئتين. يبقى احنا دلوقتي المبادئ الاساسية بتاعتنا. لو بدأنا ناخد بالنا. هلا ان احنا عندنا فتحة الامف بعد كده الحنجرة بعد كده القصبة الهوائية والرئتين. الرئة اليسرى والرئة اليومية. نبدأ نشوف مجموعة الملاحظات اللي عندنا. بنقول ان احنا عندنا طبعا اول ما بنعدي وندخل للقصبة الهوائية في القصبة الهوائية بتبدأ تتفرع على فرعين مهمين. ان دي القصبة الهوائية اهي. بتبدأ تتفرع على فرعين اللي هم عامين رقم تمانية دول كده. اللي هو فرع في الرئة اليسرى وفرع في الرئة اليومية. الفراعين دول اسمهم الشعب الهوائية. يعني احنا كده عندنا كم شعب هوائية? عندنا شعبتين. شعبتان هوائيتان. الاولى اللي هي ناحية الرئة اليسرى والتانية ناحية الرئة اليومية. الشعب الهوائية بتبدأ تدخل جوة الرئتين نفسهم وتبدأ تتفرع على المجموعة من الافرع الصغير. يعني كده عندنا اول حاجة خالص القصبة الهوائية بتتفرع شعبتين. الشعبتين كل واحدة يفهم لما بتدخل جوه الرأي بتتفرع لمجموعة من التفرعات الدقيقة أو الصغيرة اسمها ايه التفرعات دي؟ اسمها الشعيبات الهوائية يعني اللي منبرا اللي هي عاملة زي رقم تمانية دي كده دي اللي هي الشعبة دي هي الجزء الكبير طب بعد كده لما بتدخل جوه الرأيتين وتتفرع أكتر وأكتر بتتسمى باسم الشعيبات الهوائية في نهاية الشعيبات الهوائية نبدأ نلاقي حاجات كده عاملة زي الكور الصغيرة اللي هي المستديرة دي الحوالي صراءة الهوائية تعتبر هي أصلا الجزء الفعال أو هي تعتبر الوحدة الوظيفية بمعنى أصح هي دي اللي بقى تبدأ تساعد على تبادل الغازات اللي هو غاز الأكسجين وساني أكسيد الكربون يبقى كده النخص ده كل مرة تانية ونبدأ نقول الجهاز التنفسي احنا قلنا إنه بيبدأ بفتحة الأم بعد كده عندنا الحنجرة بعد كده بيكون عندنا القصبة الهوائية بعد كده عندنا الرئتين اليسرى واليومي يبقى رئتين الرئة اليسرى والرئة اليومي ده كده مين تركيب الجهاز التنفسي مجموعة الحاجات أو الوظائف أو التركيب اللي احنا قلناها وهي بتلاقي موظيفتها ازاي أول حاجة خالص فتحة الأنف زي ما قلنا كده إنها تعتبر المدخل الأساسي إن الهوى يدخل الجسم عن طريقه يبقى هي كده تعتبر مدخل الهوى بالنسبة للجسم الحنجرة بدأنا نقول طبعا إن الحنجرة هي تعتبر بالنسبة لنا صندوق الصوت اللي المفترض فيها الأحبال الهوائية كمان بيبدأ يعدي منها الهوى من فتحة الأن ويروح للقصبة الهوائية يبقى كده بيمر منها الهوى ويروح للقصبة الهوائية قلنا برضو من ضمن الحاجات اللي فيها إن احنا عندنا دي الحنجرة بيبدأ يغطوها مين بقى لسان المزمار يبقى الحنجرة بيكون موجود كده في الناحية دي كده هو يتضح برضو بعد شوية لسان المزمار إيه الفكرة في لسان المزمار دة؟ لسان المزمار بكل بساطة خالص ان لما بيحصل عملية التنفس بنبدأ نلاقي القصبة الهوائية بترتفع لفوق فلسان المزمار بيبدأ يقفلها ان احنا دروعة مثلا لما الانسان اولوها بالنسبة للارنب اللي قدامنا ده لما بيقعد يأكل الاكل بتاعه فالاكل بيعد من الفم ويدخل للمريء على طول طب ايه اللي يخلي الاكل يعدي ويدخل للمريء من غير ما يدخل في القصبة الهوائية اللي هي موجودة عندنا ان احنا بس باللاحظ ان لسان المزمار بيبدأ يقفل الفتحة الموجودة هنا دي وبالتالي الاكل بيعد من الفم ويدخل على المريء على طول لان الممره ده كده بيكون اتقفل ده اثناء مين اثناء الاكل في الحالة الطبيعية طبعا ده في حالة التنفس بيبدأ لسان المزمار بيرتفع لأعلى والقصبة الهوائية دي بتنزل لأسفل وبينلاقي الهواء بيبدأ يعد من فتحة الامف ويدخل للحنجرة وبعد كده يدخل للقصبة الهوائية يبقى كده التركيب فتحة الامف الحنجرة القصبة الهوائية والرأتي فتحة الامف الهواء يدخل منها فيتعتبر مدخل الهواء للجسم عندنا بعد كده الحنجرة بيقول ان الهواء بيعد منها بيعد من فتحة الامف ويروح للقصبة الهوائية وهي كمان بتسمى صندوق الصوت ده نتيجة ان هي الموجود فيها مجموعة الاحبال الصوتية وهي المسؤولة عن الصوت اللي بيطلعه الارنب لما يتعرض لأي حاجة او الصوت اللي هو شهد مين للارنب عندنا بعد كده الجزء التالت هو جزء القصبة الهوائية القصبة الهوائية بنقول ان طبعا فيها حلقات غضروفية السبب عشان تكون مفتاحة بالصمرار قلنا برضو ان السطح السفل بتاعها زي كده بيبدأ اتفضع على فراعين كبار اسمهم ايه؟ اسمها الشعب الهوائية عندنا طبعا هم اتنين يبقى اسمهم الشعبتان الهوائيتان بتبدأ الشعب الهوائية دي تدخل جوه الرئاتين نفسهم ويتفرع عن مجموعة من التفضعات اللي هي بتسمى باسم الشعبات الهوائية الشعبات الهوائية بتنتهي بمجموعة من التفرعات والضكوكة جدا بتعرف باسم الحويصرات الهوائية والحويصرات الهوائية هي المسؤولة بشكل اساسي عن تبادل الغازات الجزء الاخير بالنسبة لنا هو جزء الرئاتين الرئاتين طبعا عرفنا ان هم عبارة عن الرئة اتنين الرئة اليسرى والرئة اليمنى وزي ما قلنا قبل كده في السكاجة وفي الشرح كتير وقررنا ده ابتال من مرة ان الرسمة هي عكس ما احنا قاعدين بالزبط الرسمة وضعها معكوس بالنسبة للجسم بتاعنا واحنا قاعدين كده فالرئاتين بتكونوا من ايه بالزبط رب بدأنا نشوف ادي رئة مثلا رئة اليمنى اهيه هللاقي ايه الموجود فيها هللاقي موجود فيها مجموعة من الشعبات الهوائية اللي هي التفرعات الصغيرة واللاقفة المجموعة من الحويصرات الهوائية عشان يحصل تبادل الغازات لازم يكون فيه اوعية دموية هناك اللي هي الاوردة والشرين على اساس يحصل تبادل الغازات ان احنا نبدأ الارنب ده يدخل للأكسجين ويطلع منه ثاني اكسيد الكربور فاحنا نلاقي الرئتين بتتكون عندنا من الشعبات الهوائية والحويصرات الهوائية وبتتكون من مجموعة من الشعبات الدموية اللي هي الاوردة والشرين او اللي هي الوردات والشرينات بقى التصغير بتاعها على أساس يحصل تبادل الغزاء هناخد بالنا أنه عندنا الرئة بتكون مفصصة فالرئة اليسرى هنا بتكون عبارة عن جزءين عبارة عن فصين اتنين إنما الرئة اليمنى عبارة عن 3 فصوص أساسين يبقى كده الرئتين الرئة اليسرى فيهم عبارة عن فصين جزءين يعني والرئة اليمنى عبارة عن 3 فصوص وده طبعا مين على حسب الوضع التشريحي بتاعها لسبب بسيط أنه طبعا في أغلب الكائنات الفقرية بيكون موجود القلب ليه بتكون عبارة عن اتنين? على اساس لما تتمد التمدد بسيط ما تدسش على القلب وما تضغطش على القلب ويمكن ده برضو كان واضح جدا في التشريح في السكشن الاول بالنسباني. يبقى كده ده كان مين الجزء الخاص بتركيب الجهاز التلفوزي? فاتحة الامف الحنجرة القصبة الهوائية والرأتين. الامف يعتبر طبعا هما فاتحتين بيكونوا موجودين في مقدمة بتاع رأس الارنب. الفكرة بتاعتهم ان هما ما تخلي الهواء. طب الحنجرة الهواء بيعدي من خلالها ويبدأ يروح للقصبة اله الهوائية. هي فيها مجموعة من الاحبال الصوتية عشان كده بتسمى بصندوق الصوت. بنقول برضو انه بيبدأ يقفلها لسام المزمار. آآ القصبة الهوائية بنقول ان هي طبعا فيها حلقات غضر فيها عشان تكون مفتحها بالسمرار. بتتفرع لي جزئين? شعبتان هوائيتان. يدخلوا جهو الرأتين فيتفرعوا اكتر واكتر. اسمها شعيبات هوائية تصغير للشعبة شعيبة. طبعا مجموعة من الشعيبات الهوائية بتنتهي بالاخر خالص بالحوائصلات الهوائية والحوائصلات هي تعتبر الجزء الفعال هنا او هي الوحدة الوظيفية. اللي بتساعد في تبادل الغازات. بالنسبة للرأتين. الرأتين الرأة اليسرى والرأة اليمنى. الرأة الوحدة منهم طبعا بتتكون من مجموعة من الشعيبات الهوائية والحوائصلات بتتكون من مجموعة من الاوعية الدموية. الرأة اليسرى قولنا ان هي عبارة عن فصين اتنين. الرأة اليمنى عبارة عن ثلاث فصوص اساسية. تمام كده? ده كده كان الجزء الخاص بالتركيب. المفترض بعد كده طبعا ان احنا نبدأ نستعلق صورة مسلا كده صورة سريعة خالص نشوف فيها الدنيا ماشي ازاي لو بدأنا نشوف من خلال الصورة اللي قدامنا دي فاللاحظ ان احنا عندنا ادي في البداية خالص اللي هو من الناحية دي كده يعني ده الارنب قدامنا واحنا بالتحديد دلوقتي اه الجزء اللي قدامنا ده هو جزء الرأس ومنطقة الصدر لسبب بسيط ان احنا عايزين نوضح الجهاز التنفسي بس ومناش علاقة بالباقي فاحنا عندنا ده مثلا جزء من قطاع في ارنب بنوضح فيه ان احنا عندنا هنا في المقدمة الرأس هو بيكون في فتحة مين فتحة الام فتحة الام لما فتحتين الدي واللي تحتها فتحة الام في طبعا ضمه مر للهوى بيبدأ يعده يروح للجزء ده كده الجزء ده اللي هو مين اللي هو الحنجرة اهو يبقى الجزء ده اللي هو الحنجرة بعد كده بنبدأ ندخل على القصبة الهوائية اللي هي دي والقصبة الهوائية فيها الحلقات الغضروفية اللي هي مميزة ان هي برزة البر شوية كده بعد كده بتدبقى تتفرع قدامنا كده الفراعين الفراعين دول اسمهم الشعبتان الهوائيتان ناخد بالنا في حتة مهمة جدا اللي احنا كنا قلنا عليها اللي هو المفترض الاوردة والشرايين فاحنا عندنا الاوردة بتكون باللون الازرق ده كده والشرايين بتكون باللون الاحمر اللي هو بيكون فيها الدم يعني الدم بتاعها على حسب انه معي الاكسجين فبيكلونها احمر والتاني معي سالوكسيد الكربون فベيبال لونها اللي هو الاحمر القاتم اللي هو يظهرنا كأنه لون ازرق كده عندي وبعد كده بنبدأ ندخل الرئتين الرئة اليسرى والرئة في الناحية التانية اليوم ناخد بالنا في الريقى اليسرى كده لو بس تلاحظنا ملاحظة صغيرة هلا انها في اعلان عبارة عن فصين اتنين او عبارة عن جزئين الاول فيهم اللي هو ده اهو لاحظ طبعا في فاصل فالنص ودي الجزء التاني نيجي للرئة اليومنا في الناحية التانية. هلاقي ان هي طبعا عبارة عن تلات اجزاء او تلات فصوص اساسية. الاول فيهم اللي هو ده. والتاني اللي هو بالشكل ده. ودي الفاصل اللي ما بينهم. ودي الجزء التالت. يبقى كده الرئة اليسرى عبارة عن فصين. الرئة اليمنى عبارة عن تلات فصوص. ولو بدأنا طبعا نشوف تركيب تاني او شكل توضيحي. هنبدأ ان نلاقي ان احنا عندنا هنا الحنجرة. وبعد كده القصبة الهوائية. بتتفرع اتنين اسمهم الشعبتين الهوائيتين. دي الرئة اليسرى ودي الرئة اليمنى. عندنا طبعا بنقول ان هما مفصصين فاحنا بنقول ان ده هو الفاص الامامي للرئة اليسرى. والناحية التانية اصادف اللي هو ده كده. ده الفاص الامامي في الناحية اليمنى او في الرئة اليمنى. وعندنا طبعا دي باقي فصوص مين؟ باقي فصوص الرئة. ايه المطلوب ان احنا نرسمه بالزبط? زي ما متعرف من قبل كده ان الرسومات اللي بتترسم بتكون خاصة بكتاب البيولوجي. اه فاحنا عندنا النهاردة ان شاء الله المفترض هنرسم رسمة ممسطة كده. ان رسمة توضيحية خالص وبسيطة. اللي هي الرسمة اللي قدامنا دي. يبقى كده الرسمة المطلوبة اللي هتم عرضها دلوقتي الرسمة دي هي المطلوبة. او عموما دي كلها على بعضها هنزل فيها رسمتين. في اي مكانة الرسمة الكويسة ان شاء الله والواضحة اللي تترسم بازن الله. فاحنا عندنا هنا لو بدأنا نشوف الحاجات دي مرة تانية. هنلاقي ان احنا عندنا قديل جهاز التنفسي كله على بعضه. آآ بيوضح لنا الجزء الاول هو جزء الحنجرة. بيكون موجود فيها من هنا لسان المزمار. فيه طبعا هنا مجموعة من العضلات. نيجي تحت الكاصبة الهوائية. فيه مجموعة من الحقات واضروفية. وبعد كده على طول هنبدأ نلاقي الكاصبة الهوائية بتتفرع الجزئين. الجزئين دول هم طبعا الشعبتين الهوائيتين. الشعبة في الناحية دي. وشعبة في الناحية التانية. وبعد كده الرئتين الرئة اليسرى والرئة اليمنى وصادة في الناحية التانية. ده كده بيعبر عن الجهاز التنفسي. دي كرسمة اولة. الرسمة التانية اللي احنا نرسل مستعرضانها من شوية اللي هو فيها الحنجرة والقصبة الهوائية. والشعبتان الهوائيتان. والشعبات الهوائية والحويصلات الهوائية. والرئة اليمنى والرئة اليسرى. اليسرى واليمنى في ناحية التانية. فايما كانت الرسمة تين دول الاسهل بالنسبة له. طبعا يفضل اهل رسمة فيهم. يفضل الرسمة الاولى دي. يفضل الرسمة الاولى يعني الوقت اشير الرسمة التانية. يفضل ان الرسمة دي هي تترسم رسمة كويسة خالص. موضحة ومبسطة وبتوضح التراكيب كلها. كمان برضو رسمة جاودتها كويسة وتترسم يعني باصلوب مبسط جدا. فيستحسن ويفضل ان الرسمة دي تترسم كويس. يبقى ده كان الجزء الخاص بيمين بقى الجزء الخاص بتركيب الجهاز التنفسي. لو بدأنا نشوف في جزء التشريح. يعني انه دوقتي خلاص زي ما متعرفت اه شرحنا الارنام وبدأنا نشوف جواه هلاقي ايه بالزبط. هلاقي الشكل ده قدامنا كده اول ما بنفتح على طول. يمكن احنا في السكشن بدأنا نوضح اكتر الاجزاء دي. يعني احنا وضحناها اكتر واكتر. وبدأنا نشوف عدد الفصوص الموجودة في الرئتين اليسرى واليمنى. ولكن دلوقتي انا هستهدف دلوقتي في السكشن بتاعي. ان انا بس هوضح مين ان دي ده الجزء الاول دي الرئة اليسرى. والجزء في الناحية التانية الرئة اليمنى. وان شاء الله هبدأ انزل صور تانية توضحية بعد كده لما نبدأ في مين في معمل التشريح مرة تانية. يبقى بس دلوقتي نعرف ان احنا عندنا اللي في الجنب دي هي الرئة اليسرى. وده الرئة اليمنى وعندنا طبعا ده اللي هو فمص كان القلب زي ما همتعرف. حد كده ان شاء الله بيكون انتهى المعمل بتاعنا. باتمنى لكم التوفيق ان شاء الله رحب دي من الابل في المعمل تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.